السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وصلنا عند اليدين جهتماع النصوص هاي اللي شايفين قدامكم دنيا چوك بيراما عيد الطفل العالم هذا الرحمة والشرفين ان شاء الله دنيا چوك بيراما شاعر قدامكم كما كون شايفين وكلماته نوعاً ما سهلي لذلك ما رح أطول كتير كمين ساچه سياه من شعره أسود يلي شعره أسود كمين ساچه سره يلي شعره أشقر أو أصفر أنقرة بلوشته نطقوا كلته بأنقرة دنيا ننجوك لارا أطفال العالم كله هير يرمي اتش نيسان بكل يرمي اتش طبعاً الدرس كلته عن يرمي اتش نيسان عيد الطفل هير يرمي اتش نيسان بكل 23 نيسان تكرار لا نر بو قولاي بتكرر هالحدث هذا بولوش ما نديني أجك لامك جو كولاي يعني توضيح الشي هذا كتير سهل أو اللقاء توضيح سبب اللقاء كتير سهل بو كوكماً دونيادا بكل ها الدنيا هيلك بيري ما في منه ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه يعني هير يرمي اتش نيسان بكل كالبير سيفقيلة دولسون قلوب ملياني بالمحبة دنيا تجوك بيراما عيد الطفل العالمي هيركس مطلقص ليكون سعيد كل الناس لتكون سعيدة كل الناس لتكون مبسوطة الكلمة الاولى عنها هون بولوش ما الالتقاء أو اللقاء انجدان بلير لان مش بير يير في زمان بير ارايا يعني الاتفاق على مكان معين وزمن معين واللقاء جيفل هو التغريد متما شايفين هون التغريد بمع بعض او بوقت واحد هب بيردان جيفل داماك التغريد مع بعض بنفس الوقت كونوك يلي هو المسافر او الضيف يعني بير يير فيا بيرينين افيني قصة بير سوري كالما كي تشين غالين كمسة الشخص اللي بيجي بيقعد لفترة قصيرة باحد البيوت او احد الاماكن من قلوه او الهش اللي تبعه كونوك يلي هي مسافر الضيف هنا سؤال كونوك يلي هو المسافر انقره 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 هر يل هنگي تاريخ تاريخ بيه اي تاريخ من تاريخ 23 نسان ايه الهوان مدير بي باقل بلدان غير ترکيا بي بلدان عنام غير ترکيا موجود عندهم أي طفل يوكتر يوكتر ماندون 23 نيسان كيف يكون شعور 23 نيسان طبعا يكون قالب لير سيوكي دول متل دور لار يكون قلوق ملياني بالمحب وسعيد ومسوكي هنا شهر 23 نيسان عيد السياد الوطني سياد الوطني وعيد يعني متحمس مثل ما قلنا هون الكمية اللي مرت معنا مرت معنا هون كوشيور ممكن هي هون يوموتوزا كوشيور نسيتو ان مرتو معنا نرجع عليها شوي تمام راحت منا خلص سلسينة ها راحت لكن هلأ هون جوشكو في مطلولوك يعني كتير متحمسين الاطفال دان الشعور العام للنص انه بسبب عيد الطفل الاطفال بكون متحمسين ومتحمسين جوشكو في وسعيدين وبسوطين متل ما شفنا بالنص هون عنا عنواني للنص غير العنوان الاساسي منكتب يرميوتوش نسان وممكن نكتب بلوشمال الالتقاء او اللقاء هون عم يقول لي انه شو شعورك بيرميوتوش نسان انت كطفل وعيد للاطفال شو شعورك بيرميوتوش نسان احكي مع رفقاتك هالشي هذا هذا التمرين ممكن تعملوه ممكن تعملوه الانسي بالصف ممكن تعملوه الدافتر هون عنده ايش علملي الفا ب الحرف الهجائي يعني منكتب هون بير ابج نفسه كلمة سجوك هون نكتب اكي جواب يانط نكتب هون ايش غريف الوظيفة الهي وظيفة نفسه دورت هون دعويت شارو نفسه دعوي عز او عنا اه قط يعني قليل فيل وعنا هون ايليم اه فعل نفسه اه ايش علملي تبع في اه تبع الفيل اه ايليم وعنا بسرعة اه بسرعة كمان بسرعة حانا هنا السؤال ما قبل اخير عم يقول لي اه افترض انه اليوم ايش نسان خلصت تحت فرط خلصت خالص حكينا عنها اليوم هادا شلون مر من قلو اقلو مصدق او او اشترينا الالام و جينا سيدينا فيهون سفوفنا بي المدرسي سون درس اخر درس او اخر درس او اخر درس اين او اه او اعطي ارو احطي او اجعله تارويced الذي از قهر درس اين arche اين dijول او اخر درس اين выше рассказies او اعطي ايط اؤخر درس او 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 اخر درس اين لتاروي耶ب yoذر The برا على الباحة يعني اه او مكان الباحة او المكان او مكان الاحتفال او المكان اللي بنعمل في احتفال. اه واقعدنا نتفرج صفونا منشان ما يكوننا مخربطين كتير. صفونا متل ما مصطف كل يوم الصبح. وصرنا نتفرج على الاحتفال اللي بدي يصير. اه باخر الاحتفال ايسا ارتماني مز. اه هيركسين توجوك اه بايرامانة اه كوطلد يعني باخر الهار الاساسي كليتون والانسات كليتون شاركونا بهذا الاحتفال بعيد الطفل. اه ضالطك. وانتشرنا وروحنا الى البيوت. بهذه الطريقة هاي اختصرنا النهار يلي مر يلي هو يرمي الانسان كيف احتفلنا ونزلنا ولعبنا وزينا. واحتفلنا وخلصنا. وبعدين عايدنا بعضنا. وكل واحد راح على بيته. هون عم يقول لك اكتب شعر عن الانوان. بمكانك انت فوت على جوجل. فوت على يوتيوب. او ممكن انت من بالك اذا عندك قدرة انك تكتب شعر. بدنا يكتب هون الانوان. وهون اه بي قطة واكي قطة. يعني بيكون شعر اكي قطة عن الانوان. بهذه الطريقة هين ما تشاكين درس قصير. درس سهل. الحمد لله. ان شاء الله تعالى. احسنتي نفيدكم في رب يحميكم. فقم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.